في نظام الماك بإمكانك عمل نسخة إضافية من أي ملف بأنك تضغط راتي كريك على الملف وتختار duplicate ورح يعمل لك نسخة إضافية من الملف وبإمكانك بطريقة أخرى وإنت تشتغل على الملف إنك تروح الفايل في الأعلى وتختار duplicate ولو ضغطت على زر option فرح يظهر لك خيار safe as اللي معروف في أجهزة الويندوز وبإمكانك عمل نسخة إضافية في أي مجلد أنت تختاره ولو حبيت تنقل الملف اللي أنت تشتغل عليه من مجلد إلى مجلد آخر تروح الفايل وتختار move to فبإمكانك الآن نقله من مجلد إلى مجلد آخر وبإمكانك بكل سهولة أيضاً أنك تروح للأعلى وتختار السهم اللي نازل على تحت فبإمكانك تغيير إشم الملف اللي أنت قاعد تشتغل عليه وحفظه في أي مجلد آخر ورح يتم نقله إلى المجلد اللي أنت اخترته أتمنى التلميحة عجبتكم يعطيكم العافية ونشوفكم على فيديو قادم